عايزة أوجه برضو كلمة أخيرة الحقيقة يعني عن حاجات أو إجراءات اتعاملت أحياناً بتعدي كده أو لكن هي الحقيقة إجراءات مهمة زي مثلاً الكشف الخاص بالمخدرات اللي بتعامل للسائقين مثلاً وأنا هنا مش بتكلم على فئة معينة لأنه بتعامل أحياناً في مصالح حكومية وبتعامل في وزارات يعني بتعامل في أماكن شتى لكن أنا هنا بتكلم عن السائقين ليه؟ لأنه السائقين بيكونوا مسؤولين عن أرواح ناس سائقين النقل، أوتوبيسات النقل، سائقين القطارات وهكذا الاختبارات اللي بتتعامل دي ده اختبار مهم جداً وحاجة إنسانية جداً، أوتوبيسات المدارس وهكذا يعني دي اختبارات مهمة جداً وآدمية جداً وإنسانية جداً واللي فكر في هذه الخطوة ونفزها وفعلها يستحق كل التحية والتقدير، المنظومة كلها تستحق التحية والتقدير ليه؟ لأن دي بنحط إدنا هنا على بنمنع الشر، بنمنع وقوع الكرسى لقدر الله عايزة أقول كلمة أخيرة في نهاية هذه الحلقة الخاصة إحنا بنعيش الحياة اللي بنختارها، الحقيقة بقى، كل واحد بيعيش الحياة اللي بيختارها هتقولولي لا بس أصلي فيه ظروف، فيه كل ظروف بتتعظم هنا أو بتعظم هنا بتبان قوي قيمة البني آدم في الظروف الصعبة عمر ما الظروف الصعبة المادية مثلاً كانت سبب للانحراف يا ما رموز ورموز وقامات في العالم كله ومش في مصر طلعوا في ظروف مادية في منتهى الصعوبة وما كانوش أشخاص استثنائيين هم ناس زينا لكن هم اختاروا منه هم صغارين أنه هم اختاروا الاختيارات السليم فالحقيقة أنا مؤمن جداً بشكل شخصي أن احنا بنعيش الحياة اللي بنختارها مش بس كده، بنستجيب لكل اللي حوالينا بالشكل اللي بنحدده ورغم إيماننا الكامل أو إيمان جزء كبير جداً مننا بالحكاية دي قيامة تتكلم حد كده يقوله أنت بتعمل كده يقولك أنا حر ها؟ راجل ست شاب بنت أحياناً الأطفال يقولك أنا ما أنت ما لك أنا عايز أعمل كده صح كده؟ تمام يبقى معدى بقى ها؟ ما ينفعش ده أنت بتعملوا كده كل يوم بتمرسوا هذه الحرية ها؟ في إيمانكو بمعتقداتكو في اختياركو لطريقة حياتكو في أسلوب تعاملكو مع المحيطين بيكو تعملوا ده كل يوم يبقى ما ينفعش بقى يجي ناس مننا تاني حاولوا يقنعوا نفسهم أنه هما ضحايا للظروف أو ضحايا لناس تانية لا محدش ضحية محدش ضحية الضحايا هنا هو اللي تكلمنا عنهم بقى زي الأطفال الأطفال هنا هما اللي ضحايا لأهل أب أو أم اختاروا أنه هما مش بس الانهيار لنفسهم ولكن اختاروا كمان الانهيار والضياع لأطفالهم اللي ملهمش أي سنب بتحضرني آية في القرآن الكريم في سورة الإسراء الآية سبعين بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا صدق الله العظيم البني آدم اللي ربنا سبحانه وتعالى اختار أنه يكرمه أعتقد أنه لا يليق أبداً أن يهين نفسه انتهت حلقتنا النهاردة واللي كانت حلقة خاصة عن معلومات عن المواد المخدرة والإدمان يا رب تكون هذه الحلقة نقطة نور لناس عايزة تتراجع وعايزة تخف وعايزة تشفى وعايزة تبدأ من جديد اشتركوا في القناة